اشتركوا في القناة سأقدم لكم تقويما تشخيصيا في مادة اللغة العربية سيستفيد من هذا التقويم كل من تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي والسنة الأولى متوسط بحيث اخترت لكم نصا نقرأه ومن خلاله سنطرح بعض الأسئلة نراجع بها مكتسبتنا القبلية لكن قبل ذلك أدعو كل من يشاهد هذه القناة لأول مرة بالاشتراك فيها وأكيد الضغط على الإعجاب وأيضا تفعيل الجرس لكي يصلنا كل جديد إذن بدوني طلعا لنقرأ هذا النص الرياضة مفيدة للجسم وهي أنواع مختلفة وأفضل أنواعها ما يجري في الهواء الطلق بين أحضان الطبعة فالحركات مفيدة تنشط القلب فيزداد جريان الدم في العروق ويتضاعف امتصاص الرئتين للهواء النقي فيكتسب الجسم حيوية ونشاطة وإذا كان هناك سبب يعوق الدورة الدموية أو علة في بعض أجزاء الجسم فيزول ذلك السبب وتبرأ العلة بالرياضة مارس الإنسان الرياضة منذ القدم وإذا رأيت طفلا لا يمارس الرياضة ولا يميل إليها فاعلم أن بجسمه علة تمنعه من ذلك وتحول بينه وبين القيام بالألعاب الرياضية التي يحرس رفاقه وزملائه على القيام بها إذن بعدما أن قرأنا هذا النص يجب على التلميذ أن يعيد قراءته لأكثر من مرة أولا لكي يعود نفسه على القراءة ثم بعدها يحاول الإجابة على مختلف الأسئلة وأول سؤال ترح هو استخرج من النص ما يلي وأول شيء طلبوا منا أن نستخرج من النص اسم الإسم هو نوع من أنواع الكلمة التي درسناها في الأحوام الماضية ويمكن أن تكون اسم إنسان، اسم حيوان، اسم شيء أو اسم نبت ويمكن أن تكون صفات أول مثال لدينا أول كلمة رياضة عبارة عن اسم تدل عليه الألف واللام بحيث الاسم يقبل التعريف لدينا أيضا الطأ المربوطة التي تدل على أنه اسم مؤنث من بين الأمثلة مثلا لدينا أيضا الهواء وهو اسم مذكر هنا من بين أنواع الأسماء التي هي اسم أشياء لدينا أيضا الإنسان وهو اسم إنسان إذن نختار أحد هذه الأمثلة ونكتبها كما تشاهدون في هذه الشاشة كمثال لاستخراجنا للإسم وكما تشاهدون مثلا كتبت هنا الهواء نذهب إلى ثاني شيء نستخرج وهو الفعل الفعل قلنا أيضا من بين أنواع الكلمة ويمكن أن يكون ثلاثة أنواع لدينا الفعل الماضي الذي وقع في زمن الماضي لدينا فعل مضارع الذي وقع في زمن الحاضر ولدينا فعل أمر ومن بين الأمثلة التي يمكن استخراجها سنجد هذا الفعل الذي سأسطره لكم الآن وهو يجري فعل مضارع لأنه وقع في زمن الحاضر ويبدأ بأحد حروف المضارع التي هي أنيت ويمكن أيضا أن نستخرج الفعل مارسا هو فعل ماضي لأنه لا يبدأ بحروف المضارع ووقع في زمن مضى ولدينا هنا أيضا الفعل إعلام وهو فعل أمر لأننا طلبنا من غيرنا أن يعلم شيئا ما ثم طلبوا منا هنا أيضا أن نستخرج حرف الحروف حدة أنواع لدينا حروف العطف التي هي الواو أو الفا وثم مثلا هنا لدينا الواو لدينا حروف الجر وهي من إلى في على كعن بيلي لدينا هنا مثلا في وعليه يمكن أن نكتب هذين المثالين واو حرف العطف وفي حرف جر كما لدينا أمثلة أخرى مثلا هنا لديكم لا وهي أداة نفي هي أيضا تعتبر من بين الحروف رابعا طلبوا منا أن نستخرج اسم المفرد يمكن أن نكتب نفس المثل أو الذي كتبنا في الاسم الهواء لأنه مفرد المهم نختار اسم يدل على المفرد أي شخص واحد فقط وعليه سنختار مثال آخر مثلا يمكن لنا أن نكتب الإنسان هو اسم لأنه اسم إنسان وهو مفرد يدل على إنسان واحد فقط نذهب إلى اسم مثنى الاسم المثنى هو اسم لكن يدل على اثنان مثلا في النص نجد مثال واحد فقط وهو كما تشاهد سطرته لكم هنا وهو الرئتين وكتذكير المثنى ينتهي بالألف والنون في حالة الرفع وينتهي باليأون في حالة النص بولجر طلبوا منا هنا أن نستخرج جمع مؤنى السالم جمع مؤنى السالم هو عبارة عن جمع للإناث ودائما ينتهي بالألف وتاء المفتوحة بحيث لديكم هنا الحركات هو عبارة عن جمع مؤنى السالم فنكتبه كمثال نذهب الاستخراج جمع التكسير ونتذكر الفرق بينه وبين الجمع المذكر السالم بحيث جمع التكسير مفرده لم يسلم من الطير فنزيد وننقص بعض الحروف للمفرد لكي يكون لدينا جمع التكسير حكس جمع مذكر سالم الذي المفرد نزيد له الوونون أو ليأونون فقط من بين الأمثلة لدينا أحضان جمع تكسير لأن مفرده حضن وتحول إلى أحضان لدينا أيضا العروق مفرده عرق تحول إلى العروق غيرنا له تماما من بين الأمثلة أيضا نجد هنا الزملاء زملائه الزملاء مفرده زميل وتحول إلى زملاء وعليه سنكتب كلمة زملائه كمثال للجمع التكسير ونذهب إلى آخر كلمة يجب علينا استخراجها وهي الناسخ فيما يخص النواسخ لدينا نوعين لدينا كان وأخوتها وإنا وأخوتها وحسب هذا النص لدينا المثالين بحث لدينا كان الذي هو ناسخ يدخل على الجملة الإسمية فيبقي المبتدأ مرفع يسمى اسمها وينصب الخبر يسمى خبرها هذا فيما يخص السؤال الأول نذهب إلى ثاني سؤال حدد نوع الجملة المسطرة في النص وأعربها إعرابا كميلا بالعودة إلى هذا النص سنجد جملتين مسطرتين وهما أول جملة من كل فقرة أول جملة تقول الرياضة مفيدة للجسم ثاني جملة مارس الإنسان الرياضة لكي نكتشف نوع هذه الجملة ننظر دائما إلى نوع أول كلمة في الجملة الأولى أول كلمة هي الرياضة وهي عبارة عن اسم إذن مادم أن أول كلمة في هذه الجملة الأولى اسم فنقول بأن هذه الجملة عبارة عن جملة اسمية وكما درسنا سابقا قلنا الجملة الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر المبتدأ هي أول كلمة في تلك الجملة الإسمية ودائما تكون معرفة والخبر يلي المبتدأ ويخبرنا عن المبتدأ ويكون نكرة ثاني جملة مارس الإنسان الرياضة ننظر إلى أول كلمة هي مارسة قلنا هو فعل ماضي إذن عبارة عن جملة فعلية لأن أول كلمة عبارة عن فعل ودرسنا بأن الجملة الفعلية تتكون من الفعل الفاعل وحيانا المفعول به نذهب الآن إلى إعراب تلك الجملة نبدأ بالجملة الإسمية التي هي الرياضة مفيدة للجسم ونعرب أولا كلمة الرياضة هي اسم بدأت بها الجملة إذن مباشرة نعربها على أنها مبتدأ المبتدأ يكون دائما مرفوع فنقول مبتدأ مرفوع ونزيد وعلامة رفعه وننظر في آخر حرف من هذه الكلمة ماذا نجد الظمة تظهر نعم إذن علامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره بعد الرياضة يوجد مفيدة مفيدة كلمة عبارة عن نكر بعد معرفة وهي أخبارتنا عن هذه الرياضة أنها مفيدة إذن مباشرة نكتشف بأن مفيدة خبر فنعربها خبر والخبر دائما مرفوع فنقل مرفوع وعلامة رفعه ننظر في آخر حرف ماذا نجد الظمة أكيد هي أيضا الظمة الظاهرة على آخره هذا فيما يخص الرياضة مفيدة نذهب إلى إعرب للجسم اللام هنا قلنا منذ قليل هو عبارة عن حرف جر بعد حرف جر ماذا يأتي يأتي الإسم المجرور فالجسم نعربه إسم المجرور بي ونضع اللام بين قوسين وعلامة جره ننظر دائما إلى آخر حرف في هذه الجملة أو الكلمة عفوا نجد الكسرة فنكتب علامة جره الكسرة أكيد الظاهرة على آخره هذا فيما يخص إعرب أول جملة ثاني جملة التي تقول مارس الإنسان الرياضة قلنا هي عبارة عن جملة فعلية لأنها تبدأ بالفعل مارسة مارسة هل هو فعل ماضي أو مضارع أو ماذا هو أكيد فعل ماضي لأنه وقع في زمن الماضي ولا يبدأ بأحد حروف المضارع دائما الفعل الماضي مبني فنقول فعل ماضي مبني على ماذا ننظر آخر حرف وهو الفتح فنقول فعل ماضي مبني على الفتح نطلح السؤال الآن من مارس الرياضة سنقول الإنسان إذن هو الذي فعل هذا الفعل إذن الإنسان فاعل والفعل دائما مرفوع فنعربه فاعل مرفوع وعلامة رفعه ننظر إلى آخر حرف سنجد الضم الظاهرة على آخره بعدها تبقى لدينا آخر كلمة التي هي الرياضة كيف نجد هذه الكلمة بطرح السؤال ماذا ماذا مارس الإنسان الرياضة إذن نكتشف أنها مفعول به والمفعول به دائما منصوب وعلامة نصبه في آخر حرف ماذا يوجد؟ يوجد الفتحة فنقول مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وبهذا نكون قد أنهينا مراجعتنا لنهار اليوم التي أتمنىها أن تكون واضحة ومفيدة لكم في الأخير ولأقسام السنوات الخامسة أذكركم بإمكانية شراء كتب التلميذ المتميز سواء الخاصة باللغة أو الرياضيات أو مواد الحفظ فهي متوفرة لدى المكتبات وإن شاء الله ستكون لكم معين لتتميزوا في دراستكم وإلى فرص أخرى استودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته